موسيقى نحن طبعاً رفضنا بشكل قطعيها تزياد هذه كيفية تكون درهم ولا جدرهم بنسبة لنا لن تغير شيئاً في المشاكل دي القطاع للمقاحة المطائبة حتى الزابون حتى المواطن خلاص عانى بشكل كبير هذه السنة من الغلاء من مرتفاع المهوي الأسعار دي لواحد العدد كبير دي للمواد الأساسية بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لنا كجامعة وطنية لم نتخذ أي قرار من هذا القبيل لأنه طبعاً رفضنا بشكل قطعيها تزياد هذه كيفية تكون درهم ولا جدرهم بالنسبة لنا لن تغير شيئاً في المشاكل دي القطاع للمقاحة المطائبة هذا من جهة من جهة أخرى حتى القانون القانون المنظم أو القانون لحرية الأسعار المنافسة وخاصة لهم في المادلة الساة والمادلة السبعة دي له لأنه تجرم كل اتفاقات التي تتعلق بتحديد واحد تامان دي الواحد منتوج معين هذا الأمر الواضح في هذا العطار وبالتالي يمكننا شيئاً كجامعة وطنية أننا ننضحه في هذا الخطأ القانوني بحاله بالنسبة لنا كان هذه الزيادة كانوا بشكل فرضي لأنه فعلاً كانوا مجموعة من الإخوان لأنه فشدروا ورقة تقنية لهم وخاصة كانت واحد زيادة في تامان دي القهوات تقريباً هذه واحد لخمساشر يوم تقريباً تزات واحد خمساشر درام في الكيلو وكذلك كانت واحد زيادة قبل هذه تقريباً واحد لخمس شهور تقريباً واحد خمساشر درام في الكيلو واللي رفع من الكلفة دي الفنجان للقهوة بشكل كبير هذه الكلفة طبعاً خلت عدد كبير دي المهنيين أنهم يفكروا أن الهامج الريح ما بقاش أو للعادة وبالتالي يفكروا عدد دي الأخوان المهنيين يعاودوا هذه التعريفات دي الفنجان للقهوة باش أنهم على الأقل يحافظوا على ذلك الهامج الريح أو على الأقل أنهم يخلصوا تلك المصاريف اللي عندهم هذا الشيء اللي يخلى عدد انهم يتخذوا هذا القرار ولكن كجميع وطنية لم نتخذ تماما هذا القرار لأنه احنا تنشوف احتى الزابون احتى المواطنين خلاص عانى بشكل كبير هذه السنة من الغلاء من مرتفاع المهوي الأسعار دياله واحد العدد كبير ديال الموضة الأساسية وبالتالي ما كنا نشح نحن كجميع وطنية أننا ننتقلوا الكاهي دياله وننتقلوا كاهي دياله المواطن هذا بزيادة أخرى لأن منسبة لنا مشي صحيحة وهذه واحنا دعينا الاخوان أنهم قصنا نقلبوا على حول الجيدرية للقطاع ونقلبوا على حول كذلك المشاكل التي تتخبط فيها القطاع ديالة المقار니다 نقلبوا شيء على الطرق السهلة أنا نامشون نشوفوا ولا بغنا نحلل المشاكل دياله أنا نزيد واحد درهم ولا جو درهم في القهوات البلية سنقلبو على حول الجيدرية للقطاع ديالة المقارudent المطاعم كما تعرفون حنا القطاع تعيش أزمة كبيرة أزمة بنيوية أزمة مركبة فيما يتعلق هناك قوانين يستحيل تنزيلها على أرض الواقع كان شرخ كبير بين القوانين وواقع الحال للقطاع الماقع المطاعم هذا الشيء اللي نقلب عليه باش نتفادوا هال المشاكل اللي تعيشها القطاع دي الماقع المطاعم احنا كما جاء في الدراسة دينا اللي قمنا بها مؤخرا